اهلا بكم في قناة مساء الاخبار وفيديو جديد والنهاردة هنتكلم عن توقعات الابراج الصينية لعام 2021 واي الموليد هتكون اكثر حظا خصوصا بعد ما ناس كتير جدا سألت عن حظاظها في الابراج الصينية لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة لو انت لسه مشتركتوش وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم الاشعارات بالفديوات الجديدة ولو انتو مشتركين وشفتم الفيديو وعجبكم ما تبخلوش علينا بالشير واللايك عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس بيتابع العديد من الاشخاص توقعات وتحليلات الابراج الصينية كما الابراج الفلكية زي الجلد والحمل والجوزاء وهكذا على اعتبار انها مختلفة وبتعتمد على وجود 12 حيوان بتمثل التقاط الموجودة في الكون وبيتم اطلاقها على الموليد سنوية وبيبدأ كل عام صيني دائما مع ثاني يوم جديد للقمر بعد الانقلاب الشتوي لذلك في ان يوم رأس السنة الصيني مش ثابت زي رأس السنة الميلادي بل يتحرك بحسب القمر وتجري السنوات الصينية ايضا في دورات بيستمر كل منها 10 سنية وكل سنتين بيحكموا عنصر من خمس عنصر كونية هي الخشب والنار والارض والمعدن والمية وتوضع الابراج الصينية في دورة مدتها 12 سنة صينيا تحت علامة الحيوانات الرمزية التالية اما الفار، الطور، النمر، القط او الارنب، التنين، الافعة، الحصان، الماعز او الاغنام، القرد، الديك، الكلب واخيرا الخنزير عام 2021 السنة دي بنقول عليها سنة الطور المعدني بتحدد سنة الميلاد الصينية علامة الشخص الصيني وعنصر الصيني على سبيل المثال لو انت تولدت ما بين 21 يناير 1966 يعني انت مولود في عام الحصان وده نعتبر ان هو عام النار وبالتالي في ان برجك الصيني هو الحصان وعنصرك هو النار اما عام 2021 تم وضعه تحت رعاية الطور من اول 12 فبراير لان رأس السنة الصينية هتبدأ يوم 12 فبراير اللي جاء ان شاء الله 2021 لغاية 31 يناير 2022 ووفق كتاب اسمه The Definitive Book of Chinese Astrology ينبغى ان يسجل عام الثور عودة كبيرة للتقاليد والانضباط والواقعية والمصابرة والاولوية وهذا العام ستكون الاستقرار والقيم الامنة اما سنوات الصور في الابرج الصينية هي 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 دي سنين الطور اي واحد منكم مولد في السنوات دي يبقى البرج الصيني بتاعه هي سنة الطور من المتوقع وفقا للابرج الصينية ان يكون هذا العام محظوظا ومثاليا فالثور مجتهد ومنهجي للغاية في تفكيره ويرى الخبراء ان من ينتمون الى هذا البرج سيتمتعون بطاقة كبيرة وحظوظ وفيرة لنحية المال والعمل ولكن لاتمام هذا العام سيكون من الضروري مضعفة الجهود لانجاز اي عمل بشكل كامل ويعد عام الثور ايضا مميزا لتنظيم الحياة الاسرية وتحل فيه كل المشكلات المتعلقة بالانضباط والابيض هو اللون الاساسي لعام 2021 وبما ان هذه السنة معدنية للسنة التانية على التوالي سيكون الابيض هو اللون الاساسي لعام 2021 والى جانبه الوان الثور المحظوظة وابرزها الاصفر والاخدر ومن لونين اللازان يجذبان الرخاء والنجاح في الصين والزيادة حظك ان كنت من مولد برج الطور احرص على ارتداء الاكسسورات المعدنية باستمرار ان السنة سنة عنصر فيها بيغلب فيها عنصر المعدن القط سيني الابراج حظوظا لهذا العام اما بالنسبة لبقى الابراج الصينية فموليد 1948 1948 أو 1960 أو 1972 أو 1984 و1996 و2008 بينتموا لبرج الفار وعليهم هذا العام ان يكونوا حذرين خاصة لنحية العمل والمال بيدفعهم فضلهم الى الرغبة في التعلم والحصول على كل انواق الخبرات وتحمل لهم هذه السنة مفاجئات عدة وفي كثير من الاحيان لن يستطيعوا السيطرة عليها ويجب ان يكونوا متوضعين اما موليد بورج النمر هم موليد 1950 و62 و74 و86 و98 و2010 موليد بورج النمر بيتميزوا بروح المغامرة والشجاعة لبدء مشاريع جديدة وبيتمتع مولود بورج النمر بطاقة وكرم بيميزوا وبيشكلوا مصدر راحة له هذا العام وعليه ان يكرس هذه السنة للراحة والاستجمام والانتباه الى صحته وبالنسبة للموليد 51 و63 و75 و87 و99 و2011 فهم ينتمون الى بورج الارنب او القط وهو ثاني الابراج حظا بعد التور هذا العام وستكون السنة جيدة على مستوى كل اعمالهم تقطهم ممتازة بترسم النعمة والتقدير والديبلوماسية خطوط حياتهم لكن عليهم توخل حذر من الصراعات والمشاكل وسيكون موليد بورج التنين 1952 و64 و76 و88 و2000 و2012 محط الانظار باسرارهم القوي وسوف تحمل لهم السنة معارف جديدة وفرص لاقامة علاقات مهمة جدا وهيستفيدوا منها كتير وتعتبر سنة لفتح باب التعارف لبناء مستقبل واعد بفضل شجعتهم وتفاولهم اما موليد بورج الافعة او التعبان من موليد 1953 و65 و77 و89 و2001 و2013 دول بيتمتعوا براحة داخلية وردى ذاتي وبيمتلكوا في فن اغتنام الفرص في الوقت المناسب لذلك يمكنهم ان يحققوا كل هدف عملوا عليه في السابق وسينجحون خصوصا على الصعيد العائلة ويبدو ان العام الجديد بالنسبة لموليد بورج الحصان 1954 و66 و78 و90 و2002 و2014 هتكون سنة كويسة جدا من ناحية العمل والحياة الاجتماعية ويفضل موليد هذا البرج المغامرة على الحياة الهدية لكن هذه السنة لن تساعدهم في تحقيق رغبتهم بل ستمنحهم قدرات محدودة للقيام بكل ما يعتبر تجارب مذهلة اما بالنسبة لموليد الاقل حظا نقدر نقول هي سنة التردد والخوف من تحمل المسئولية بالنسبة لموليد بورج الماعز او الاغنام هم موليد السنين اللي انا هقول عليها سنة 1955 و67 و79 و91 و2003 و2015 لكنها ستحمل بعض المكافآت بعد كل المعاناة اللي عاشوها في الاعوام الماضية ستأتي السنة الجديدة ببعض الانفراجات للاشخاص الاقصر جرأة وموهبة بين هؤلاء الموليد وتعتبر سنة 2021 من السنوات الجيدة بالنسبة لموليد بورج الارد او القرد من موليد 1956 و68 و92 و204 و2016 فمرونة العقل والإداع التي يتمتعوا بها ستكون افضل وسيلة ليهم لاستفادة من المواقف وسيشعرون بالارتياح والقدرة على تطوير الزات لكن عليهم الحذر من الاعداء والمنفقين أما موليد بورج الديك المولدين في سنة 1969 و81 و93 و2005 و2017 هيبقوا تحت تأثير صعوبات سنة 2020 عشان كده عليهم ان هم يكونوا حذرين جدا في اتخاذ اي خطوات جديدة في العمل والمشاريع الجديدة وبتمتع موليد هذا البرج بمهارة في التعامل مع الآخرين والاهتمام بالعائلة والأصدقاء وسيحمل عام 2021 لموليد بورج الكلب اللي هم 1972 و82 و94 و2006 و2018 المزيد من الهدوء والسلام وسوف يحررهم من التوتر والخوف اللي بيسيطر عليهم من السنة اللي فاتت وبيحب موليد هذا البرج العدل وبتمتعه بعاطفة صادقة يجب ان يستفيدوا منها هذه السنة في ناحية الارتباط فهي سنة الجواز بالنسبة لهم وستجرى الامور بالنسبة الى موليد بورج الخنزير اللي هم 71 و83 و95 و2007 و2019 بشكل مستقر وهتكون سنة جيدة على مختلف الاصائدة لكن عليهم عدم التصرع في اتخاذ القرارات ومن المهم انه يركز موليد هذا البرج على قدراتهم في بناء العلاقات الاجتماعية اللي ممكن تفيدهم في المستقبل كده انا قلت لكم كل الابراج الصينية وحزوزها وسنة 2021 هي سنة التور المعدني واللون بتاعه ايه والالوان بالنسبة للصينيين في السنة دي مهمة زي الابيض والاصفر والاخضر دي الالوان اللي بتبدأ او بتدي الرخاء والانجاز ولون الابيض والاكسسوارات المعدنية مهمة جدا عشان تجلب الحزوز لكل اللي مولدين في تحت رعاية التور المعدني او عمتا في سنة 2021 بينصحوا بلبس الاكسسوارات المعدنية لجلب الطاقة خصوصا ان السنة دي بالنسبة للصينيين العنصر بتاعها معدني مش خشب او مية او هوائي معدني شكرا على استماعكم للفيديو واتمنى يكون الفيديو قفتكم وعرفكم عن البرج بتاعكم اه في صورة زي ما انتم شايفين كل واحد يقدر عن طريق تاريخ ميلاده اه تاريخ السنة اللي تولد فيها لان السنوات الصينية او الابراج الصينية بالسنين مش بالشهور او الابراج الفلكية كل واحد فيهم يقدر يعرف اه عن طريق سنة ميلاده وهو ينتمي لان بورك شكرا واستنونا في فيديو جديد وخبر جديد على غرات مساء الاخبار واستنونا في فيديوهات اكتر عن التوقعات وعن كل حاجة تهمكم ان شاء الله في سنة 2021 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة